عايز اقولك ان احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف يمكن ارخص هاتف هتشوفه في حياتك ارخص هاتف في العالم حاليا اصلا ورغم ان هو رخيص ولكن بيقدم وصفات كويسة ومناسبة وهتمشي الدنيا على الفلوس اللي انت هتدفعها فاللايك بتاعك الجميل والاشتراك وتعليقك وجهز نفسك للهاتف ده عايزين نوصل 200 الف مشترك في نهاية السنة واكيد محدش هساعدنا بكده غيركم فاللايك بتاعك والاشتراك ثواني وهي اهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف ايتل اي خمسين هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف المميزات العيوب السعر وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك ويلا بينا نبتدي في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد نشوف تصميم الهاتف اول حاجة تصميم الهاتف في نص صراحة اعتبر شكله كويس يعني انا بقولك ارخص هاتف في العالم فانت بتشتري هاتف رخيص جدا بتصميم كويس شبه الايفون كده تصميم من وجهة نظري انا شايفه حلو طبعا خمات الهاتف بتيجي من البلاستيك على طول نخش على الشاشة اللي هنا بتيجي بحجمي ستة وستة بوصة جودتها اتش دي بلاس وبضقة الف ستمية واثنشر في سبعمية وعشرين بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات متين سبعة وستين بيكسل لكل انش والشاشة اي بيس الاسي دي ومعدل تحديسها ستين هرتز والسطوع بتاعها ربعمية وتمانين نيتس او شامعة بصوا الشاشة هنا على فاته سعر الهاتف تعتبر كويسة الصراحة كنا نتمنى لو كانت تسعين هرتز في السعر ده هتكون جبارة ولكن علشان سعر الهاتف قلال جدا ومن ارخص او ارخص هاتف في العالم فبالنسبة لسعره فالشاشة هنا حقيقة كويسة ومناسبة وعلى طول نتكلم عن اداء الهاتف او المعالج المعالج هنا هو يونسيك تيستمية وتلاتة والمعالج ده بيجي بدك تصنيع اتناشر نانو طيب المعالج هنا عامل ايه بص المعالج هنا مش وحش يعني زي ما قلتلك ارخص هاتف في العالم ومن ارخص الهاتف اللي انت ممكن تشتريها فاكيد محدش هشتري الهاتف ده علشان يلعب عليه العاب زي بابجي مثلا او العاب تقيلة او استخدم برامج تقيلة المعالج هنا هشغلك العاب خفيفة استخدام يومي فيسبوك يوتيوب مكلمات تصوير حاجة العادية اللي انت ممكن تستخدم مبالع علشانها يعني المعالج بالنسبة لفلوس اللي انت بتتفحها وفاقته فهو الصراحة مناسب وكويس مش هيأثر معاك في حاجة زي ما قلت تستخدم يومي مكلمات فيسبوك العاب خفيفة كل الحاجات دي الجهاز هنا بيجيب اربع نسخ واحدة اربعة وستين جيجا مع اثنين جيجا رام والتانية اربعة وستين جيجا مع تلاتة جيجا رام والتالتة اربعة وستين جيجا مع اربعة جيجا رام والربعة مية تمانية وعشرين جيجا معه تلاتة جيجا رام احتاج منوية ميزة من ايطل تزいいجا رام يعني نسخة 64 جيجا مع اثنين ج이지ا رام ستجيها اربعة وستين جيجا رام والنسخة الاربعة وستين جيجا مع اربعة جيجا رام ستجيها اربعة وستين جيجا مع ثمانية جيجا رام يعني تخذ من المساحة الدخلية للجهاز وبتزيد الرام والجهاز يدعم تركيب كبير منوية اربعة مموري خارجي في منفذ مخصص لغاية اتنين تيرة الجهاز بيجي باتنين كاميرا خلفية الاولى تمانية ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية والكاميرا التانية للزكاء الاصطناعي وكاميرا الهاتف الامامية بيجي خمسة ميجا بيكسل والكاميرا الخلفية والامامية بيصوروا فيديوهات فول اتش دي تلاتين فرين في السانية بطارة الهاتف هنا جاب حجم خمس تناف ميلا امبير بطارة كبيرة وكويسة وهتقدم عاك اليوم بشكل كويس وهي بتدعم الشحن العادي مش السريع العادي بكهة عشر وط وده طبيعي واكيد مش محتاجين نقوله طبعا عشان مبايا الرخيص ده طبيعي جدا على السعر ده الهاتف هيجي باندرويد اربعتاشر وللأسف ما بدعمش ان افسي وده طبيعي وهي بدعم منفذ السماعات ومنفذ الشحن بيجي من نوع طيب سي سماعات الجهاز ما بتدعمش الستيريو وده برضو طبيعي الوان الجهاز هم الاغدر والاسود والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور معلش ثانية من وقتك وقبل ما اخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة مو بي سي احنا منتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقته مجهود فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك سواني ولكن هيفرق معانا جدا ويلا بينا نكمل بالنسبة لمميزات الهاتف فاق الشاشة كويسة ومناسبة الصراحة على فاق الهاتف برضو المعالج يعتبر كويس وهي ماشي الدنيا في الفاق دي البطارية كبيرة وكويسة طيب بالنسبة للعيوب فالصراحة الموبايل بالنسبة لسعره انا مش شاف في اي عيوب ولكن كنا نتمنى بس لو كان يعني الشحن السريع اسرع من كده شوية مش اكتر من كده ولكن برضو ما فيهوش اي عيوب ودلوقتي خلونا نعرف سعر الجهاز ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفيه السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية الاسعار دي لنسخة 64 جيجا مع 3 جيجا ران الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر 60 دولار السعر المتوقع فيه مصر 3800 جنيه السعر المتوقع فيه السعودية 250 ريال طيب كده كويس قوي ولكن لو انا مش عاجبني الهاتف ده ايه المنافس بتاعه عندنا هاتف انفينيكس سمارت 8 الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف اي تيل اي 50 فاحنا نخش على مقارنة سريعة بين الجهازين ولكن امن المقارنة احب ولكن احنا في القناة هنا عملنا مراجع الهاتف انفينيكس سمارت 8 لو تحب تشوفها هتلاقيها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة هنقارن المعالجات وهنا معالج ايتل هو يونسك تي 603 ومعالج انفينيكس هو يونسك تي 606 وهنا اعتبر اداء الاتنين قريب جدا من بعض الاتنين جاين بشاشة IPS LCD جودتها HD بلس ولكن ايتل 60 هرتز وانفينيكس 90 هرتز وهنا انفينيكس تتفوق الاتنين بيجوا بطارية 5000 ميلا امبير وهنا الاتنين زي بعض وطبعا الجهازين ما بدعموش الشحن السريع وزي ما قلت في الفئة دي طبيعي طيب دلوقتي بعد ما شفنا المقارنة السريعة بين الجهازين خلونا نعرف فرق السعر ما بينهم بس اخد بالك ان سعر ايتل ده متعاقع زي ما قلت انما سعر انفينيكس في مصر ده رسمي سعر ايتل اي متعاقع نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 3800 جنيه سعر انفينيكس في مصر الرسمي نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4150 جنيه في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمله مراجعة اكتب اسمه فيه التعليقات ومستنى راق في هاتف ايتل اي خمسين اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة